شهدت مستشفى الحميات والجهاز الهضمي بأسيوت أحد أكبر مستشفيات الحميات بصعيد مصر أعمل تطوير ورفع الكفاءة تكلفت أعمال التطوير نحو 52 مليون جنيه وذلك بهدف خدمة أهل الصعيد وتطوير الخدمات الصحية المقدمة له في إطار دعم الدولة لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية انتهت محافظة أسيوت من تطوير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي أقدم أكبر مستشفيات المحافظة بتكلفة 52 مليون جنيه طفرة في تطوير أقسام مستشفى الحميات بدأت بخمس عيادات خارجية جديدة وتطوير استقبال المستشفى وتطوير معامل للمستشفى حميات أسيوت وإمدادها بأجهزة حديثة خط سير العيان بداية يكون من آيات الجهاز الهضمي في مبنى العيادات وبعدين هناك المريض يتفحص ويتعمله تحليل ولو تقرر أن يكون لي محتاج أن يتعمله منظر يدخل عندنا ويتعمله فتنس أو لأقل عمل المنظر الطبي والاستقبال المزيد من الحالات المرضية وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى شهدت المستشفى أعمال تطوير ورفع كفاءة حيث شملت تطوير وحدات وأقسام العيدات الخارجية والكل الصناعي والحضانات والقسرة التشخيصية والعلاجية والرعايات المركزة والعمليات وغرف إقامة المرضى وزيادة السعة السريرية هنا بالنسبة للمعمل الحقيقة الأجهزة اللي بنشتغل عندنا كيميا بنشتغل عندنا مايكرو بنشتغل عندنا سيروليجي وفيه عندنا اتنين جهاز سي بي سي بالنسبة للسيروليجي بنشتغل الـ HIV وفيروس C والB وفيروس A بنشتغل على حالات العناية بنشتغل على حالات الغسيل الكالوي بالإضافة عندنا برضو فيه جهاز ABG وجهاز إلكتروليج تملاح وعندنا اتنين جهاز كيميا تطوير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي بأسيوت يعد إضافة جديدة إلى المستشفيات الصحية والوحدات المتميزة والمراكز الطبية التي تم إنشاؤها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم واستعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي أنحاء الجمهورية